اعتقد ان مباراة المتخب الارجنتيني والمتخب الفرنسي لن تنتمي لعالم الكرة الجميلة يعني ما اعتقدش انه هيكون فيه سكور ده عدد كبير من الاهداف ما اعتقدش ان الاتنين مدربين هيبقوا بيخطوا قوي في ارض الملعب اعتقد انها تنتمي للعالم بتاع مطولات 2014-2010-2008 واسف 2006-2008 2006-2002 وبالتالي المرحلة دي كلها من 2002 طالع من 2002 بطولة 2002 لحد يمكن باستثناء البطولة اللي فاتت بس كانت المباراة النهائية ما بتشهدش نتائج عريضة او اكتر منها بتشهد ندية جديرة بين الفرقين اعتقد ان السؤال الابرز لو افترضنا بقى ان المنتخب الفرنسي هو المنتخب الاحمر في تلك الحالة وهو ده الاسلوب بتاع اللعبه فخلينا نقول ان المنتخب الارجنتيني هو اللي هيبقى باللون الازرع والمنتخب الارجنتيني بيلعب بالشكل ده دول اربعة اتنين تلاتة واحد وخلينا نرجع الناس دي بقى لبيتها والناس دي لبيتها مرة اخرى فالمنتخب الارجنتيني بيعتمد على فكرة بسيطة قوي في كورة القدم اربعة اربعة اتنين وبالمناسبة المنتخب الفرنسي بيعتمد على نفس الطريقة لكن بشكل مغاير شوية اللي هي اقرب في التنفيذ لان فيه جناحين هجوميين واحد منهم ما بيدفعش هو رأس حربة صريح تقليدي بينما المنتخب الارجنتيني في المقابل بيعتمد على اكتر تحس ان هو بيلعب بالشكل ده يعني اكتر منه اي حاجة تانية لان المنتخب الارجنتيني ما بقاش عنده اعتماد كدير قوي على الجزء بالعمق هو باسف هو بيلعب اربعة اربعة اتنين بالشكل ده ايوه بالضبط كده و بيسيب مسي قدام و بيرجع باقي اللاعبين في الخطوط الخلفية بالشكل ده ليه بقى؟ لان اربعة اربعة اتنين دي هي ابسط الطرق او انسب الطرق الدفاعية اللي ما فيهاش تحولات فيها حركة كتير من اللاعبين خلينا اشرح لكم المبدأ ده المبدأ ده بيقول ايه؟ ان المنتخب في العادي لو فيه لعاج ما بيدفعش مثلا افترضنا ان ده اللاعب اللي ما بيدفعش وبالتالي هو ياخد راحة هجومية قدام يبقى هينوب عن الدفاع عنه في المساحة دي لعب الارتكاز في حد طلع من بيته عمل تحول من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية بانه اتحرك وساب بيته صح كده؟ بالتالي اتخلقت صغرهنة بيملاها الرجل ده وبالتالي اتخلقت صغرهنة بيملاها الرجل ده وهكذا كرسة قدمة التحول هي عبارة عن لعيبة تملى صغرات واماكنها في اربعة اربعة اتنين من اكبر مميزاتها في الحقيقة ان مفيش حركة فيها كتير في اتنين بالفعل على الجناح فانت غالبا مش محتاج حد من العنق يسيب بيته ويروح على الجناح في اربعة في العنق فانت مش محتاج حد يسيب بيته ويروح للعنق اتنين على الجناح المقابل بكتيرها بتبقى فيه واحد كمان بيقفل هنا الملعب بالشكل ده وبتسيبه بس واحد قدام الكوره ووقت الضغط بتضغط على الاتنين سنتر باكات بي الاتنين دود عشان كده اللي هي خطه بسيطه في تنفيذها صعوبتها في ان ماينفعش تسيب مساحات هنا بين الخطوط وبالتالي دايما لو الناس دي طلعت قدام لازم المدافعين يطلعوا وراهم لو الناس دول المدافعين رجعوا ورا لقابة الوسط لازم يرجعوا وراهم ده الحركة الوحيدة اللي هي كلها طولية بالشكل ده إنما التحرقات العرضية الخطيرة مش موجودة المنتخب الفرنسي بيع عنده عيب ده واضح في الحتة بتاعة مبابي مبابي اللي بيلعب على الجناح الايساق اللي نقول ان ده كليا مبابي ما بيدفاعش جيرو ما بيدفاعش وبالتالي اللي ينوب عنه في الدفاع يا إما يوسف فوفانا هو اللي بيطلع يقابل مع تيو هيرناندز يا إما كوناتي او بمكانه لو جاهز هو اللي بيطلع يقابل مع تيو هيرناندز يتبني مساحة هنا يا إما زي ما قلنا يوسف فوفانا ده تشاوميني وده يوسف فوفانا فبيسيب مكانه فبتفتح مساحة هنا الرجل اللي قادر يملأ كل المساحات والفراغات الفاضية هو الرجل ده أنتوان جريزمان أهم لاعب في منتخب فرنسا بكل تأكيد في تلك البطولة أعتقد الكل مجمع على كده يمكن الإبداع يكون عند كيليا نبابيه يمكن الفعلية موجودة عند جيرو لكن الرجل اللي لو مش موجود منتخب فرنسا هيبقى في قزمة كبيرة جدا هو الرجل ده أنتوان جريزمان أنتوان جريزمان لو فوفانا خرج من بيته أو رابيو لو جاهز ويخرج من بيته جريزمان هو اللي بيملأ المكان ده لو بمكانه أو كوناتي خرجوا من بيتهم ويوسف فوفانا اضطر ان هو اللي يغطي المساحة دي بيملها أنتوان جريزمان لو بشكل عام الكورة كانت أسرع من ان حد يسيب بيته وبالتالي المنتخب الفرنسي فابقى لقوا حد بيهاجمهم واحد على واحد أنتوان جريزمان بيكون التاني أنتوان جريزمان بيملأ الملعب كملا أنتوان جريزمان هو أكثر لاعب والبطولة ركدا أعتقد في المنتخبات الكبرى في البطولة حتى هذه اللحظة أعتقد يعني وبالتالي هو ده الشكل بتاع الخططين بتوع الملعب المنتخب الأرجنتيني زي ما قلنا بيعتمد على خطة قليلة الاعتماد على زكاء اللاعبين هي بتعتمد أكتر بس على القوة البدنية بتاعتهم بينما المنتخب الفرنسي بيعتمد على خطة تحتاجة كثير من زكاء اللاعبين وبالتالي المنتخب الأرجنتيني بيستخدم خطة أقل خطورة من المنتخب الفرنسي أقل مخاطرة خلينا نقول أكتر منها أقل خطورة النقطة الثانية اللي برضو في صالح المنتخب الأرجنتيني بطريقة أو بأخرى بكل تأكيد هي أن ليونيل ميسي في مراقبته صعب جدا ليه؟ لأن منتخب الأرجنتيني زي ما اتفقنا بيلعب بالشكل ده أربعة أربعة ليونيل ميسي ومهاجم الفكرة هنا أن ميسي بشكل عام مش زي كيليان إمبابيه إمبابيه عنده زون عنده منطقة بيتحرك فيها بيكبير وبيتحرك عرضا لحد العمق بينما ليونيل ميسي يزرع الملعب طولا وعرضا وبالتالي المنتخب عنده ليونيل ميسي المنتخب أسف اللي عنده ليونيل ميسي الصعوبة هنا أن البترن هو طريقة الهجوم مفيهاش خطة هي معتمدة على ميسي هي معتمدة بميسي فين وهو هيتصرف إزاي فانت هنا بتقابل ميسي بأنك بترجع كل العيبتك لورا وتأمل في أن ميسي ما يقدرش يرقص أو يعدي حد فيهم أو يبتدي يحطوا المنتخب الفرنسي في موقف جابي الخطة اللي ممكن المنتخب الفرنسي يستخدمها هي الخطة السعودية في مبارا المنتخب الأرجنتيني وهي أنه يحاول يقدم مساحاته الأدام ويعتمد على المساحات الطويلة في أرض الملعب اللي ميسي بكل تأكيد مش هيقدر ينربها ركدا بسبب تقدمه في العمر